في مملكة دنماركية بهدف تقديم برنامج الملتقى الفكري حول دعم الحكم الداتي في الصحراء المغربية والذي سينضم من 5 إلى 9 يونيو بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن تحت شعار الصحراء المغربية ملتقى الحضارات وخزان التقافات نظمت التنسيقية الدولية لدعم الحكم الداتي في الصحراء المغربية ندوة صحفية اليوم الدراسة الأولة وهو بيننا تعريف بالحكم الداتي بالصحراء المغربية والمقارنة مع الحكم الداتي بجزيرة من الجزر الدنماركية المسمى جزيرة فايلاند لتقريبا الحكم الداتي 90% يشبه الحكم الداتي المقترح من طرف صاحب جلالة نصره الله ويهدف الملتقى للتعريف بالقضية الوطنية بمقترح الحكم الداتي كحل وحيد لنزاع الصحراء ويبراز التقدم لدي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان كما سيناقش مواضعتهم الجهوية المتقدمة وافاق التنمية بالأقاليم الجنوبية وتاريخ تورة الصحراء المغربية وعقوق الإنسان بها